يعني أعتقد رؤية الوالد هي منذ طفولته لأنه ابن المخيم هو اللاجئ هو صاحب القضية هو الذي شاهد احتلال 67 وهو الذي شاهد ما بعد 67 في السبعينيات حينما كان في مخيم الشاطئ وقام المجحوم شارون بتدمير المخيم وتكسير عظام الناس في مخيم الشاطئ في طوق الشهر في السبعينيات وتدمير المخيم على الفدائيين على الفداء الشهيد حمزة كنفوش في جيش التحرير والشهيد محمد دهمان والشهيد محمد غبن وأيضا مرحلة التمانينات في اقتحام الجامعات في اقتحام الجامعة الإسلامية ثم بعد ذلك انتفاضة ال87 تشكل هذا الوعي منذ طفولته بأن هذه فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر وحافظ على هذا حتى استشهاده ورفض كل الإملاءات ورفض كل المزايا التي قدمت له على المستوى القيادي على المستوى التنظيم أو على المستوى الوطني أو حتى على المستوى لما كان رئيس الحكومة التي حاصرت أمريكيا حكومته في ظل الانتخابات الديمقراطية وقال الشعار الخالد الذي ردده كل الملايين بل مئات الملايين قال القائد إسماعيل لن نعترف بإسرائيل ولن تسقط القلاع ولن تخترق الحصون ولن ينتزع من المواقف وأن فلسطين من النهر إلى البحر وأننا نعيش في هذه الدنيا وأننا سنسلم الأجيال الراية خفاقة عالية للأجيال القادمة لأن فلسطين هذه هي أرض وقف إسلامي نعم ولكن كان هو أيضا سياسيا محنكا قاد العملية السياسية ضمن عدم التنازل عن أرض فلسطين ولكن كان هناك الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة كحل مرحلي والتي كان في اتفاقية الأسرة في عام 2006 ثم بعد ذلك في بيام الأمناء العامين ثم بعد ذلك مع انطلاق الطوفان كان حديثه الواضح ببرنامجه السياسي بأن تقام الدولة الفلسطينية وأن تطبق القرارات الدولية وأن تطبق كل قرارات الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية لكن دون التنازل عن أرض فلسطين لأن أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني وهي وقف إسلامي ولا يحق لأي كأن من يكون أن يتنازل عن أي متر من أرض فلسطين لأنه كان دائما يردد يقول لم يبقى القوي قويا ولن يبقى الضعيف ضعيفا وأننا نحن في تجارب التاريخ وفي تجارب الحياة كم مر احتلالات على أرض فلسطين وأزيلت هذه الاحتلالات وكان دائما يقول بأن فلسطين قبل أن يحررها صلاح الدين بأنها بقيت سبعين سنة لم يرفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك وتحول المسجد إلى استبل إلى الخيل حتى غاصت الخيول بركبها بدماء المسلمين حتى وصلت إلى ركبهم ولم يقم أذان في المسجد الأقصى المبارك ولذلك جاء صلاح الدين وفتح مسجد الأقصى وانتصر على الصليبيين فأرض فلسطين أرض المحشر وأرض المنشر بإذنه تعالى أرض الرباط وأرض الوقف الإسلامي بما تمثل فلسطين أرض الأنبياء وأرض مصر الإسرائي والمعراج وأرض حتى الديانات لأن معظم الديانات متواجدة في فلسطين كاملة ولذلك كانت فلسفته الوطنية وفلسفته السياسية نتلين سياسيا بالمواقف الوطنية والعمق العربي والدولي دون التنازل عن ضرة تراب من أرض فلسطين ترجمة نانسي قنقر